انت تعرف تقول المعادلة اللي بنستخدمها في حالة الملف الكهرابي عشان اقدر اجيب الفيض الناشئ عن مرور تيار كهرابي في الملف ده احنا في حالة مين في حالة الملف مش في خط مستقيم يبقى الملف ده ليه نصف قطر يعني ليه R تمام طيب يبقى ليه شدة تيار شايف انت الحتة الحلوة دي ليه نصف قطر R يبقى ليه شدة تيار يبقى ليه حدد لفات الملف خلاص وصلت يبقى البيب تساوي مين ميو ان اي على اثنين R ميو ميو ان اي على اثنين R يلا يا هندسة اقول لي يبقى كسفة الفيض اللي هتمر في ملف تمام او اللي هتنتج في ملف نتيجة مرور تيار كهرابي ايه العوامل اللي بتأثر عليها البيب تساوي ميو ميو معامل النفذية المعنصية للوسط ميو معامل النفذية المغناطسية للوسط في ان ان دي هي مين عدد لفات الملف مش ملف يبقى ليه حبيبي عدد لفات ميو ان اي على اثنين R خلاص حافظها طب فوين تاني اي شدة التيار بالامبير ده كله بيتناسب معه طردي على اثنين R يبقى هو بيتناسب عكسي مع نصف قطر الملف تاني تاني عشان انت حبيبي لو قالك مسألة فيها عايز احسب كسفة الفيض نتيجة مرور تيار في ملف ملف واخد بالك ملف طيب البي بتساوي احفظ بي بتساوي ميو ان اي على اثنين R يبقى اي العوامل رقم واحد معامل النفذية الايه المغناطسية للوسط ان عدد لفة الملف اي شدة التيار اللي انا همرره جوه الملف على اثنين R اللي اثنين كونستن تبقى الار ده نصف قطر الملف ما تنساش المعادلة بالله عليك اشتركوا في القناة